اما في بيت ايهم وحور بعد ما حور قفلت مع فه ايهم كلمها وقال لها فه ده عاوز دي حكيت له على كل اللي حصل وبعد ما خلصت ايهم قال لها طب هتعملي ايه مع ماس هي ممكن توافق ان هي تروح الصعيد وبالذات ان هي خايفة يعني من يسين وكمان ده مرعوبة منه لا ما تخافش من ناحية دي انا هادر اقنحها وهلها ان هي لازم ان تروح علشان تفتكر حاجة من الماضي وان انا وانت معاها ومش هنسيبها انبه ما حصل لو حد حاول يتعرضها هنرجحها على طول تمام بس انت كدكتور شايف ان الكلام اللي بقولوا فه ده صح ايوة شايفة صح صح جدا كمان لان مش معنى يا سين هي اللي افتقرته معان عليها عد اسوأ من كده لاما حاجة تانية هم بيكذبوا علينا بس ايه اللي هستفدوا لما يكذبوا علينا لأ انا وثق ان هم ما يكذبوش وبعدين هم لو عاوزين ياخدوها او يأذوها ياخدوها غصبا عننا انا وثق ان هو بحبها انت ما تسأليش عنه بعد الفترة اللي بقوله مراته ماتت فيه كايت حالته متضهورة ومستحيل حد يشوفه انا بفى من نظرات الراجل ومتأكد انه موجوع علشانه انت مش شفتين زي كان موجوعه هو بيتكلم وبيتناهد اكيد ما بيكذبش بده من تواصق ان هو ما بيكذبش يبقى زي ما هو بقول قريب لقلبه لانه اول شخص هي افتكرته ممكن اه يكون خفها سبب انها تفتكر حاجة سيئة بس هو اول شخص هي افتكرته معناها ان هي بتحبه جدا تمام قم اتكلم معاها وربنا ايه دي الحاجة قطلعت حوف لقيت ماسة قاعدة وقال انا وبتحاول تداري علاقها تهمتها حور لانها دكتور وقالت لها خايفة من ايه يا ماسة ومتوترة من ايه وبتحاولت داري خفك من ايه بالزبط انا من ساعة ما عملت معاك المقابلة مع سيادة الرائد السياسين وانتي متلبكها وخايفة ومترددة من ايه يا ماسة في ايه ياسين هو ده الشخص اللي اكيد حاول يقتني انا مش فاكرة اي حد من مضية غيره فاكرة موقفه هو بيدرب فيه والناس تانية مش فاكرة شكلهم كانوا حمالين يحوشوا عنه بس اكيد هو اللي حاول يقتني كانت بتتكلم ماسة بخوف وهي عاوزة تحس ان حد يطمنه حاست حور بالكلام ده وتناهدت وقالت بص يا ماسة انا هقولك على حاجة كدكتور مش كصاحب مش يمكن كل اللي انت شايفاه ده يكون غلط وتكون دي نص الحقيقة والحقيقة كاملة انت ما تعرفاش ما ينفعيش يا ماسة تحكم على الشخص ان كان بحبك او بكرهك او تلبسيه تهمة زي حكاية الات من غير ما تكوني عارفة الحقيقة كلها لازم تعرفيها وده هعرفها ازاي انك ببساطة هتروحي معاي هروح انا وانت وهيروح معاي كمان ايها مجوز المكان اللي عشت فيه معي سيد وما تحاوليش تخافي او تقولي لأ لاننا كلنا هنكون معاك تصدقيني يا ماسة انت مش هتوصلي بالحقيقة غير بالطريقة دي ولا هترجعي لحياتي غير لما تروحي المكان اللي كنت فيه وتوجهيه وتوجهي خوفي وانا معاك وايهم معاك ولو حسيت واحد في المية ان ياسين ده فعلا ناوي ايزيكي تصدقيني انا هقفله وهجيبك تاني متخفيش اتكلمت ماسة بخوف وروعب وهي بتقولي لا 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 انا مستحيل اروحي المكان ده شوفي حل تاني مش هقدر اروح صدقيني يا ماسة مفيش حل لرعبك وخوفك ده غير انك تواجهي مضيكي وتروحي وتعرفي كل الحقيقة والحقيقة مش هتعرفيها غير في المكان ده وقلتلك متخفيش انا دكتورتك ومعاك وعمري ما هامل حاجة تئذيكي وانت عارفة انا قد ايه بحبك وخطرت عشاني فعلشان خطر اسمعي الكلام قلت ايه خلاص موافق بس توعدين ان انت مش هسيبيني هناك خالص اوعدك مش هسيبك ولا لحظة غير لما تكون انت عايزة توعدي هناك بريراتك او هجيبك واجي زي ما اخدتك وروحك يلا امي جاهزة حاجاتي علشان هنمشي بكرة اخر النهار وخرجت تحول وقالت لجوزة ان هي وفقت ان هم يسافر الصعيد ويسافر بكرة اخر النهار رد عليها ايهم وقال تمام وانا هكلم فهد دلوقتي وحقوله مسك طرفونه ورنى على فهد اللي رد عليه وقال له ايوا يا ايه ازاي في اخبار جديدة ايوا يا فهد حور قدرت تتقنع ماسك ان احنا بكرة نروح الصعيد علشان تواجه ماضيها وتعرف ان اللي بيحصل معها ده حقيقي ولا تخيلها فعلشان كده قلتلك تكلم يا سين وتقول له اتناهد الفهد براحة وقال تمام ماشي يا ايه انا مش عارف اشكرك ازاي انت والدكتور احوه تنسى راح انتو اكتر ناس رجعتونا السعادة من تاني شكرا يا صاحبي اما فهد كان قاعد مع امه وهو بيتكلم وبعد ما خلص المكلمة بصلمه هو بقلبي التسام وفرحة كبيرة علشان صاحبه ايه الدكتور احوه دكتور اتماسك ادرك تغنعها ان هي لازم تروح وتشوف ماضيها وتوجه وتعرف فعلا ان كان ياسين كان بايزيها ولا لا وحور وفر وحنروح بكرة الصعيد انا حاجة معاك مسها وحشاني جدا وكمان عاوزة اشكر الدكتور احوه لانها رجعت فعلا السعادة للعيلة دي كلها لازم اجي معاك وحياتي عندك لا توافق خلاص ماشي ام تجاهز حاجتك علشان هنمشي بكرة اخر النهار وانت يا ست الكل هتيجي معانا ولا انت ظروفك ايه لا يا حبيبي روح انت انت عارف ان انا ما بعرفش بات غير في بيتي وان شاء الله لما ما سترجع لها الزاكرة نبقى نروح بقى هناك نفرح بيها بس حاليا مش حقد اروح وقعد الكام يوم دول بعيد عن بيتي تمام ماشي يا ست الكل اللي شوفيه انا هقوم الضبط كل حاجة واكلم ياسيد واقوله على كل حاجة علشان بكرة نكون عنده يلا بالإذن وفهد كلم ياسيد علشان يقوله الاخبار دي وفعلا قاله ونزله هو فرحان شوية واعده قدام امه وابوه اللي كانوا لسه وفكروا هيعمله ايه عشان يقربوهم من بعض وتناهد وقاله فهد اتكلم مع الدكتورة علشان يخلي ماسة تيجي هنا يمكن تفتكر حاجة تانية غرع حياتها وتفتكر كلامي معاها وتحاول ترجع لعالها شوية والدكتورة اقتنعت بكلام فهم وكمان كلمت ماسة وماسة اقتنعي وهيجو بكرة عايزك يا امه تزبط الدنيا وتعملي كل الأكل اللي بتحبه ماسة انا هقولك عليه علشان انا عارفك وانت يا ابا خلي الجنين يسئل ورده والشجر لان ماسة بتحبه جدا وانا هزبط قوضتها لكاد بتقعد فيها حاضر يا ولدي حامل كل اللي انت عايزه ربنا يهديلك الحال بس اللي انت تنظف القوضة ما حابعت بنتي من البنات تنظفها معلش يا امه سبيني براحتي انا القوضة دي طلت ما نعايش محدش هيدخلها غير سيت غير ماسة بس حتى بعد ما ترجع لها الزاكرة هي اللي هتخش وتنظفها وقبل ده كله انا اللي هكون بعمل كده علشان خطري سبوني براحتي تمام يا ولدي اللي تشوف انا هجوم اكلم الجنين وكمان هكلم كمغافير يتبحوا العجور اللي كونت نادرة وكمان يطلعوا الفلوس اللي كونت نادرة علشان انا ابقى وفيت بوعد وربنا يتميلك على خير ويجمعك بمرتك يا رب يا بو يا رب مش عايز من ربنا غير انو يجمعني بيها ويخليها تفتكرني مش عايز حاجة غير كده عايزة ترجع لحياتي عايزة شوف دحكتها ولافتها علي زي الاول مش خوفها مني اما عندي ماسة كانت ركبة في العربية هو اول ما دخلت البلد وقبل ما يخشوا على بيت ياسين انفجرت في الدموع انصغربت جدا حور هي وجزها متكلمت حور بحزن وقالت مالك يا ماسة في ايه بتعياتي مرة واحدة كده ليه في ايه انا انا شفت نفسي وانا مربوطة بحب وحد راكبة على لحظة وبجريني وكل ما كنت بقى على الارض كان بيشديني ويفضل يجروا فيي وانا كنت عمالة بنهج وخايف كان في الطريق ده انا فكرة طريق كويس وفكرة ان الناس كانت بتبص عليها بتعيه بس مش فكرة من اللي كان بيعمل كده رجعون مش عايزة ارجع المكان ده تاني ده باين مكان مفهوش غير الوجع بلت تسرخ وتقول مش عايزة ااجي وكان ببص لها ايه موحور بحزنة على حالته ومش فهمين ايه اللي بتقول وحاب لي ايه ومين اللي كان بجرها وايه اللي كان بيحصلها في المكان ده وفجأة اغمى عليها انتربت عليها حور وقالت ماسة ماسة يا حبيبتي مالك فوقي بسرعة يا ايه بسرعة ودينا على بيت يا سين خليني اعرفها وفوقها لا تخش في غيبوبة من تاني من كتر الوجع وفعلا وصل في بيت يا سين وفهدي شالها ودخل بيها وهي مسخصاخة بسرعتها يا سين حسب الغيرة وشالها منه وطلع يجرى على القوضة وطلع نومها على السرين ونومها على رجل وطلعت وراها حور وكمان ايه وساعتها يا سين كان قاعد حطتها على رجل اتكلمت حور بعد ما حكت كل حاجة حصلت ليها وقالت ليسين بلهجة كلها حدة ممكن تفهمني ايه اللي حصل ومين اللي كان رابطها وبيكري بيها بحصان البنت اول ما شافت الطريق ده نهارت واغمع عليها بالحالة دي انا عايز افهم في ايه ولا انتو قنتو بتعملوا فيها كده وبتكذبوا علينا ولا في ايه ما عليش انا لازم اسأل لان دكتورته ومن حق انه يحافظ على حياته ولا باعتبرها اختي او بنتي سميها زي ما سميها ممكن تفهمني اتكلم يا سين بي نبرة مكسورة وكلها وجع نبرة ما تلقش بالصقر نبرة ما تلقش بحد غير حد مجروح وكأن حد طعنه في خجره في قلبه الحزين اتكلم وقلبه بينزف وقال ممكن تنزلوا لابوي وامي تح هم هيفهموكو كل حاجة وما تخافيش عليها يا دكتور انا مش هقدر ازيها محدش بي ازي روح واني والله ما جدبت عليك في حاجة واني ما عملتش لديه انزيل لابويه وهو هيقول لك كل حاجة تمام ماشي حنزل اما شوف اخرتها ونزلت حور هي وجوزها اما يا سين بصل حبيبته اللي نايمة على رجلي لا حاولة ليها ولا قوة وتكلم وقال اي يا عمري جدامي ومش عارف اعملك ايه قدامي ومش شايف غير انك موجوع قدامي ومش عارف اطيب جروح طب قوليلي ده ينفع طب قوليلي هعرف ازاي ابص في عينيك وانا شايف فيها الكرة عينيك اللي ما كانش فيها غير المحبة بس انا زنب ايه وانت زنبك ايه في حبة الجلب اسف وتحت نزلت حور وقادر مع ابو ياسين واما وحاكلها على كل حاجة ياسين مش كان حكالها حكالها على التعذيب اللي الراجل اللي كانت مفكرة عمها كان بعمله فيها وازاي كان بمنحها من الاكل وحكالها ان في اليوم اللي كان رابطها فيه هو نفس اليوم اللي ايجا واحد من البلد واشتكاله وهو جابها هنا وكمان كتب كتابها على ياسين ويميها بالليل ياسين فاهمها كل الحقيقة وانه اللي كان بيحصل وانه هو يميدي ايده عليها ده حيبقى تمسيه وكان باخد لها الاكل والشرب وكانت على طول بتتكلم معي فهم الدكتورة حور كل حاجة من اول الحكاية الاخرة واتنهدت الدكتورة حور بعد ما سمعت كل حاجة وقالت يا حول الله يا رب هو الشر وصل للناس ان هي تقذ بعضها على ادفاه الاسباب بان الايام دي نسمع ان فيه واحد ممكن يهدد واحدة علشان عايزها او فيه واحد ممكن يهدد واحدة بصورها علشان عايزها وحاجات كتير ويوصل الشر ان عشان واحدة مش عايزها ينتقم حتى من الاحفاد مش كفانه انتقم منها وقتلها هي وجوزها لا خلى ولاده كمان ينتقموا من احفاد ويخطف ويقتل الناس في دي مش عندهم ايمان اي واحد بيبقى بالقذارة دي مش انسان ده بيبقى على حيوان لا الحيوان فيه رحم عنه على جد ما هي صعبان علي ماسا بس اللي صعبان علي في الموضوع اكتر هو يا سين لانه تحمل حاجات كتير اتحمل ست خينة على زمته علشان ينقذ البلد من شر الناس كتير اتحمل حاجات كتير او كمان علشان يحمي البنت اللي بيحبها بعدها عنه وكان بيعملها بأسوأ صدقوني انا مش عارف الناس دول في قلوبهم ايه انا عندي فكر وحلالكم دلوقتي علشان نحاول نرجع لها الزاكرة ولحد هنا احلم تابعين في الدنيا دي كلها كون انتهت حلقاتنا تفتكروا معاين ممكن الزاكرة فعلا ترجع عليها ولا لا ولا زي ما بقوله مش كل اللي بنعوزه وبنتمناه بيحصل ومش كل اللي حبهم ساعات بيفضلوا معانا للاخر وفيه حتما ببقى فرائق قبل ما مندق حلقتنا حب اقول لحبابي اللي بيسمعونا الحب شيء جميل وعظيف وبالذات انه مش فيه اي حاجة تخلف ديني بس اللي انا عاوز اقولهلكم اوعوا تمتلكوا حب التملم ان انتو مش هتحصلوا على الحاجة دي تبقوا تدمروها اللي بحب حد بضحي علشان ساعدتو واوعوا تدقلوبكم لحد ما يستقلهاش او تسمحوا لحد يلعب من مشاعركم لا تستغلوا مشاعر حد ولا حد يستغل مشاعركم وبتمنى ان الحلقة تكون عجباتكم اذا عجباتكم لا تنسوني باللايك ولا شاركوا في القناة بتفعيل سهر الاشتراك